السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معكم نماذج اختبار نهائي للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثالث وقبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بالسؤال الأول أجب على الأسئلة الآتية أين هو موقع المكتب البريدي؟ إنه فقط حول الزاوية إذن مكانه في الزاوية ماذا تفضل أو تحب أن تشرب؟ سنختار أيضا أود بعض العصير لو سمعت كم عدد الطلاب في مدرستك؟ سنختار about one thousand تقريبا ألف what time does your school start؟ في أي وقت تبدأ مدرستك؟ سنختار at six thirty في تمام الساعة السادسة والنصف what should you do to live in a healthy life؟ ماذا يجب عليك أن تفعل؟ كي تعيش حياة صحية سنختار I should drink a lot of water يجب علي أن أشرب الكثير من الماء السؤال الثاني يقول read and put true or false اقرأ وضع إما صح أو خطأ number one I have an earache لدي ألم في أذني وهنا الصورة تدل على أن لديه فعلا ألم في الأذن إذن هي جملة صحيحة number two I'd like some juice أود بعض العصير هنا صورة كاندي حلويات إذن هذه الجملة خاطئة number three I like PE this year أنا أحب الرياضة أو مادة الرياضة هذه السنة وهنا لدينا مادة الرياضيات إذن هي عبارة خاطئة I brushed my teeth أنا فرجت أسناني هنا نلاحظ أنها صورة أنه استيقظ من النوم وليس تفريش أسنانه إذن هي جملة خاطئة السؤال الذي يلي do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواص number one this year I am in the sixth المطلوب choose إذن نكمل هذه الجملة بأن نقول sixth grade أي هذه السنة أنا في الصف السادس number two how is it it is 160 ريال أيضا اختر هنا نسأل عن السعر إذن سنقول how much دائما عندما نسأل عن السعر نسأل بhow much number three English speak class in المطلوب rearrange أي علينا أن نعد ترتيب كلمات هذه الجملة speak English in class تحدث اللغة الإنجليزية في الصف number four a I sweater want أيضا المطلوب rearrange أي قعد ترتيب كلمات هذه الجملة سنقول I want a sweater وبعدها سنضع النقطة أنا أريد بلوزة صوفية السؤال التالي read and choose the correct answer اقرأ واختر الإجابة الصحيحة number one last year I in the fifth grade إذن هنا نتحدث عن الماضي العام الماضي كنت في الصف الخامس إذن I الماضي من am هي was إذن نقول I was number two the past of drink ما هو الماضي من الفعل drink يشرب هو drank number three the past of get up is ما هو أيضا الفعل الماضي من get up ويعني يستيقظ هو got up number four yesterday البارحة أيضا نتحدث عن شيء في الماضي إذن يجب أن نختار الفعل في الزمن الماضي I brushed my teeth إذن الماضي من الفعل brush هي brushed number five I going to the doctor I am going to the doctor دائما I تأخذ معها am أنا سوف أذهب إلى الطبي السؤال الذي يلي write the correct word under each picture أكتب الكلمات الصحيحة تحت كل صورة هنا لدينا الكرة الأرضية تعني globe إذن سنكتب هنا globe هنا لدينا موقف الباصات ويعني bus stop إذن سنكتب bus stop here هنا لدينا صورة ولد لديه صداع أي headache إذن سنكتب headache هنا هنا لدينا فتاة تشرب الماء إذن drink وسنكتب drink هنا هنا لدينا رياضة القفز الحرأة بالمضلة وتدعى sky diving إذن سنكتب sky diving هنا وأخيرا هنا لدينا الخروف الصغير ويدعى lamb إذن سنكتب lamb هنا السؤال الذي يلي choose the correct letter اختر الحرف الصحيح هنا لدينا قطة لطيفة ولطيف يعني cute إذن الحرفان الناقصان هما you هنا الصورة الثانية هي صورة طائر ويعني beard الحرفان الناقصان هما ir الصورة التالية هي صورة وشاح ويعني scarf الحرفان الناقصان هما sc الصورة التالية صورة حداء التزلج ويعني skate الحرفان الناقصان هما skate الصورة التي تليها مربع ويعني square الحرفان الناقصان هما s و q الصورة الأخيرة هي صورة بورغر والحرفان ناقصان هما وهذا هو النموذج الأول ننتقل الآن إلى النموذج الثاني السؤال الأول يقول هل لديكم وجبة غداء في مدرستكم؟ الإجابة لوجود صورة للوجبة هنا في أي صف أنت هذه السنة؟ ما هي التحية التي عادة ما تقولها قبل أن تذهب للنوم؟ نقول good night ماذا يجب عليك أن تفعل كي تعيش حياة صحية؟ نختار علي أن أستيقظ مبكرة ما هي المادة التي تحبها؟ سنختار I like English أنا أحب مادة الإنجليزي How much is the jacket؟ كم هو السعر هذا الجاكت؟ سنختار إنه مئة ريال السؤال الثاني علينا أن نعد ترتيب هذه الكلمات لنكون جملة صحيحة A have eye headache هنا هذا الولد لديه صدع سيقول I have a headache ونضع النقطة Number two Was a green there house هنا لدينا منزل لونه أخضر إذن سنقول There was a green house ونضع النقطة Number three لدينا إشارة أنه علينا أن نحافظ على الأعشاب وأن لا نتلفها إذن سنقول The grass of keep إذن سنرتبها ونقول Keep of the grass Number four Live a town I in أنا أعيش في المدينة هذه سنقول I live in a town وسنضع النقطة Number five Play I outside ألعب في الخارج إذن I play outside وسنضع النقطة السؤال الذي يليه match أي صي Number one I have a toothache لدي ألم في الأسنان الصورة الدالة عليه هي هذه وسنضع number one هنا Number two I do some exercises أنا أقوم ببعض التمارين الصورة الدالة عليها هي هذه وسنكتب number two هنا I am going to the bakery سأذهب إلى المخبز الصورة الدالة عليها هي هذه وسنكتب number three هنا I shouldn't drink too much soda يجب علي أن لا أشرب الكثير من المشروبات الغازية الصورة الدالة عليها هي هذه وسنكتب number four هنا السؤال التالي أيضا choose أي اختر Number one I should بعد الشد دائما الفعل يأتي مجرد بدون أي إضافة إذن سنختار I should eat three meals a day يجب علي أن أتناول ثلاث وجبات في اليوم We بعد we يأتي are We are going to the box store نحن سوف نذهب إلى المكتبة إذن بعد we وبعد they وبعد you يأتي are Number three He is going to بعد going to أيضا يأتي الفعل مجرد بدون أي إضافة إذن He is going to shop in Dubai هو سوف يتسوق في دبي السؤال التالي Write the past tense of the following verbs اكتب الزمن الماضي من الأفعال الآتية الفعل Drink يشرب ماضيه Drink شريبة الفعل Watch يشاهد ماضيه Watched شاهد السؤال التالي لدينا كلمات علينا أن نضع الكلمة تحت الصورة المناسبة الكلمة الأولى لدينا هنا Ear egg Ear egg ألم في الأذن والصورة الدالة عليها هي هذه وسنكتب Ear egg هنا الكلمة الثانية No bicycle ممنوع ركوب الدراجة والصورة التي تدل عليها هي هذه وسنكتب No bicycle هنا الكلمة الثالثة Lam وتعني الخروف الصغير والصورة الدالة عليها هي هذه وسنكتب Lam هنا الكلمة التي تليها Flower store محل الأزهار والصورة التي تدل عليها هي هذه وسنكتب Flower store هنا الكلمة التي تليها Bread الخبز الصورة التي تدل عليها هي هذه وسنكتب Bread هنا وأخيرا School bus Bus المدرسة وهذه هي صورتها وسنكتب School bus هنا السؤال الأخير يقول Fill in the missing letters يعني أكمل الأحرف الناقصة هنا لدينا الوشاح ويعني Scarf حرف الناقص هو حرف R هنا لدينا مكعب ويعني Cube حرف الناقص هو حرف B هنا لدينا Burger ويعني Burger الحرف الناقص هو حرف G هنا لدينا حذاء تزلج ويعني Skate حرف الناقص هو حرف T هنا لدينا Z موحد ويعني Uniform حرف الناقص هو حرف M وهنا لدينا DVD Store حرف الناقص هو حرف B هنا لدينا محل الحلويات ويعني محل الحلويات ويعني Candy Store حرف الناقص هو حرف C وهنا لدينا غراء ويعني Glue حرف الناقص هو حرف G وهذا كان النموذج الثاني ننتقل الآن إلى النموذج الثالث والأخير السؤال الأول يقول Answer the following questions correctly أجب على هذه الأسئلة بشكل صحيح Number one What time does your school start? في أي وقت تبدأ مدرستك At seven o'clock في تمام الساعة السابعة What food should you eat? ما هو نوع الطعام الذي عليك أن تأكله? I should eat healthy food علينا تناول الطعام الصحي How much is this sweater? كم هو سعر هذه البلوزة الصوفية? It's 60 ريال إنها 60 ريالاً Do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواص هنا المطلوب Rearrange أعد ترتيب كلمات هذا السؤال لدينا train Is the where station إذن سنبدأ السؤال ب Where is the train station? أين هي محطة القطار Number two What would you like to drink? علينا أن نجب Answer ماذا ترغب أن تشرب? Some water السؤال الذي يلي Match the sentence with the pictures علينا أن نصل ما بين كل جملة والصورة المناسبة Number one There are about 300 students هناك تقريباً ثلثماء طالب وهذه هي الصورة الدالة عليها Number two Don't shout any class لا تصرخ في الصف وهذه الصورة الدالة عليها You shouldn't eat junk food عليك ألا تأكله الطعام السريع والصورة هذه الدالة عليها I have a bad headache لدي صداع سيء وهذه الصورة الدالة عليها السؤال التالي Choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة Which city did you live in last year? ما هي المدينة التي كنت تعيش فيها العام الماضي بما أن السؤال جاء في الماضي إذن سنختار did في الماضي I should بعد should يأتي الفعل مجرد بدون أي إضافة I should eat three meals a day علينا تناول ثلاثة وجبات في اليوم He drank هنا اخترنا الفعل الماضي لوجود yesterday وتارحة وتدل على الماضي إذن He drank three glasses of water yesterday هو شرب ثلاثة أكواب من الماء البارحة How long does it take to school? كم هي المدة التي تأخذها إلى المدرسة؟ إذن عندما نسأل عن المدة فنسأل بlong We دائما تأتي معها Are We are going to the bakery نحن سنذهب إلى المخفز السؤال الذي يلي Write the number under picture علينا أن نكتب الرقم دي كل كلمة تحت الصورة المناسبة Number one لدينا flowers وتعني الأزهار وهذه هي صورتها إذن سنكتب number one هنا Number two bus stop أي موقف باصات والصورة الدل عليها هي هذه سنكتب number two هنا Number three no bicycles ممنوع ركوب الدرجات الصورة الدل عليها هي هذه سنكتب number three هنا Number four tooth egg ألم في الأسنان الصورة الدل عليها هي هذه وسنكتب number four هنا Number five book store المكتبة والصورة الدل عليها هي هذه وسنكتب number four وسنكتب number five هنا Number six business بيزنس وهو الأعمال الصورة الدل عليها هي هذه وسنكتب number six هنا السؤال الأخير يقول fill in the missing letters أكمل الأحرف الناقصة الصورة الأولى هي صورة حبار ويعني squid الحرفان الناقصان هما sq الصورة الثانية هي حذاء تزلج ويعني skate حرفان الناقصان هما s k الصورة الثالثة هي صورة بلوزة وتعني shared حرفان الناقصان هما i r الصورة التي تليها burger حرفان الناقصان هما u r صورة غيراء ويعني glue الحرفان الناقصان هما u e صورة مكعب ويعني cube الحرفان الناقصان هما u يليها e صورة التصوير ويعني scan الحرفان الناقصان هما s c والصورة الأخيرة هي صورة سماء وتعني sky الحرفان الناقصان هما s k وهذه كانت نماذج الاختبار الإنجليزي للصف السادس الإبتدائي إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا